نرجع تاني لأحمد بي ونرجع للدكتور فعايش تسأله حاجة أحمد بي أحب أشكر حضرتك وأنزل تقدير المجهوداتك لأن أي مجهود الأيام اللي جاية من أجل توفير الكهرباء في مصر هو مطلوب لأنه زي ما كلنا عارفين في الفترة اللي فاتت إحنا بنتطل نستولد المحروقات من أجل توليد الطاقة الكهربية لمصر بتحتاجها وطبعا نستولدها بالعملة الأجنبية فكل مجهود يبذل في تشجيع صناعة محلية مصرية من أجل توفير وإنتاج الطاقة الكهربية إحنا في أمسل الاحتياج ليه وهو ده وقته والمجهودات دي تسهل مننا كل التقدير والدعم والتشجيع من أجل أننا نقف جنب بلدنا في الوقت اللي نحن حي حضرتك تبيني يا بار كتير حي حضرتك تبيني يا كلامي وهنا هقول دقة ساعة الصف تحية أستاذ أحمد إهاب أنا كنت أتمنى أنه هو يكون مزيع زميل لأنه هو شاطر جدا جدا والأزال مجهود جيد أستاذ أحمد إهاب رئيس مجلس إدارة شركة مدار الشريكة معانا في البرنامج واللي بتدعم كل المشروعات وكل الأحلام اللي نحن نستضيفها والحقيقة هو كان عنده شغف أنه هو يقابل حضرتك ويسمع منك أفكارك وينقشك فيها تمام إحنا برنامجنا اسمه حلم سعيد كنا عايزين نعرف من حضرتك يا ترى حلمك إين أنا حلمي رقم واحد رضا ربي سبحانه وتعالى رقم اتنين كل ما تعلمته يبقى علمي وانتفع بيه لو أنا بفك الخط في الطاقة الشمسية في الستة وتلاتين سنة اللي عدتهم في المركز قوم البحوث المدرسة الكبيرة العظيمة فأنا عايز تطبيقات الطاقة الشمسية اللي تعلمناها وعلمناها لشبابنا تبقى واقع موجود ملموس منتج موجود بمعنى في وجهات المباني أقدر أحط خلاقة شمسية بدل ما أحط هاشمي وجرانيت أحط خلاقة شمسية تطلع لي كهرباء على أسطح المباني أحط طاقة شمسية تطلع لي كهرباء على أسطح المباني أحط طاقة شمسية تسخلي الميا على أسطح المباني أو في أسطح التندات أحط طاقة شمسية تسخلي حمام السباحة أحط طاقة شمسية على جراش العربية على جراشات العربية الباركنج بتاع العربيات المظلة دي أنا ممكن أحط عليها طاقة شمسية تطلع لي كهرباء إبقى أنا من الأماكن المسطحة الكتيرة دي وفرت دخلت في ثلاثين مرتاح الطاقة العربية اللي يستهلها كنباون بسياحي أو فندق أو أي مبنى وطفر هو إيه دا لو أنا رايح لشريحة الهاي كلاس اللي هي إيه دا أنا بسألك بقى عن الحلم هو دا الحلم حلمي إن أنا ألاقي دا واقع عملي منفذ علمي وانتفع بيه حتى بعد الممات يقول الله أرحمه كان نفسه في حاجة تتنفس للبلد شاء الله ربنا أديك الصحة وطلط العمر ويوه رأي حضرتك؟ أنا أتمنى حضرتك يا دكتور إحنا عندنا في مشاريعنا في شركة مدارق مشروع أزهل في العين السخنة عندنا الإنارة بالطاقة الشمسية جميل دا نسبة كبيرة من تسخين الماء بالطاقة الشمسية وكنا شغالين وبنحاول ما زلنا في مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من حتى شمسية تمام وأنا هتشرف إن حضرتك تساعدنا في إن إحنا نكمل باقي الحلم وإن إحنا تشتغل معنا في توليد تسخين الماء بالطاقة الشمسية في أحد فندقنا تمام وفي عندنا أحد المطاعم على وشك الافتتاح قريب ونحابين نكون نجرب فيه الطباخ الشمسي مع حضرتك تمام تمام فإذاً الحلم بقى حقيقة شكراً جزيلاً تمام 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 شكراً جزيلاً في الطاقة الشمسية وتطبيقاتها يقدر فعلاً ينفذ المشروعات اللي بيحلم بيها كل الشكر والتقدير لمدار وكل الشكر والتقدير ليك يا أحمد بيه وأخيراً الحلم بقى حقيقة شكراً يا بارك مبروك مبروك كده وخدنا وبص أبقى عائلة مصرية جميلة ألف 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 مبروك وكان لازم مشروعاتك دي تشوف النور شكراً يا بارك نشكر كمان نشكر كمان صناعي الأحلام معنا النهاردة شكراً يا بارك كثير ودي شهادة من شركة مدار بتقول إننا معاك وحننفذنك حلمك فأزهر السخرة إن شاء الله نعمل عرصة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ونعمل قد المسؤولين إن شاء الله وإحنا هنكون مع حضرتك إن شاء الله وإحنا هتحقق حلمك عند الأستاذ أحمد دي شريكاتنا الوطنية جماعة شريكاتنا المصرية اللي بتوقف جنب المصريين بتطور وبتبني ألف شكر ليكم النهاردة أنا في منتهى السعادة حققنا حلم ولسه فاضي لأحلام كتيرة إن شاء الله نكون موجودين مع بعض فأحلام تانية بس بشرط إن أحلامنا يكون أحلام سعيدة شكرا جزيلا